طيب هنروح لكرة السلة سيدات في النادي الاهلي وعارفين حضراتكم ان اتحاد المصري كرة السلة بيسمح بمحترف في كل فريق محترف خارج او محترف يعني مش بالجنسية المصرية النادي الاهلي اعلن تعقدوا مع جيمي نارد لعبة كرة السلة الامريكية لانضمت للفريق والمناسبة بتلعب في مركز 3 و 4 و 5 اذا هي من دي طبعا صور جيمي نارد وصاحبة سيفي كبير ويمكن وجودها ان شاء الله في النادي الاهلي جاء بعد ترشيح من الكابتن طريخ خيري وطلبوا كجهاز فني انها تكون موجودة وبالفور كابتن خالد العوضي مدير قطاع الناشئين في مدير عام النشاط الرادي بالنادي الاهلي على الفور لب رغبة الجهاز الفني وحقق له رغبته وتم التعاقد مع اللاعبة وان شاء الله تنضم لتدريبات قريبا وبإذن الله نحاول نجيبها تكون ضيفة معنا في برنامج الابطال عشان نعرف يعني قصة انضمامها وطموحاتها مع النادي الاهلي يمكن نادي الاهلي محتاج هذا المركز مركز ثلاثة واربعة وخمسة يعني خمسة مش هتبقى ده المركز الاساسي بتاعها لان طرح ما بيلعب ثلاثة فخمسة محتاجة الأجسام الكبيرة لا ممكن تكون بتلعب خمسة بعض الوقت ولكن هيبقى مركزها من وجهة نظر الفنية يعني هيكون مركزها الرئيسي ثلاثة واربعة فطبعا المركز ده فعلا احنا محتاجينه ولكن النادي الاهلي لما حصد البطولات يمكن لو تفتكروا كايلر لعبة الأمريكية اللي طلعت من عندنا على الـ WNBA كانت بتلعب في هذا المركز ثلاثة واربعة لما بيكون عندنا لعبة في هذا المركز يمكن لوكا السنة الفاتكة بتلعب في مركز صنع الألعاب ما كانتش مفيدة جدا في هذا المركز أو مركز ده ما كانتش مكناش محتاجينه قوي بقى عبره للوقت اتشافنا ذلك فالجهاز الفني رجح انه تبقى في مركز ثلاثة واربعة وخمسة اشتركوا في القناة